اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سجلت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعا حدا الاسبوع الماضي ووفقا لمعهد البترول الامريكي هبطت مخزونات الخام 88.700.000 برميل في الاسبوع المنتهي في 26 مايو الى 513.200.000 برميل وكانت توقعات المحللين تشير الى انخفاض قدره مليونين و500.000 برميل وقال معهد البترول ان مخزونات المنزين انخفضت مليون و700.000 برميل بينما اشرت التوقعات الى تراجعا بنحو مليون و100.000 برميل توقعت شركة لوك ايل الروسية ان لا تتجاوز اسعار النفط العالمية 60 دولار للبرميل في السنوات الثلاث المقبلة وتوقع رئيس الترفيذي للشركة واحد كبيروف ان يبلغ متوقع ضمن نطاق ضيق رغم خفاض كبير في مخزونات الخام الامريكية ما يوحي بان اكبر سوقا للنفط في العالم قد تتحسن باسرع من المتوقع لنلقي نظرة على اسعار الخام حاليا نلاحظ حالة من شب الاستقرار عند مستويات 50 دولار بالنسبة لبرمت تراجعات بعشر نقطة المئوية على السعر هذا الخام اما الامريكي الخفيف فايضا على شيء من الاستقرار نتابع السعر حاليا عند سمية واربعين دولار وسبعة وثلاثين سنة ارتفع نشاط الصناعي في منطقة اليورو في الشهر مايو حيث تزايد معدل التوظيف بوثيرة قياسية كما تسارع النمو في الانتاج والطلبات الجديدة بافضل وثيرة في ستة نوات قال مسؤولون المان ان البنك المركزي الاوروبي يجب ان يبدأ بالتخضير لتقليل التحفيز النقدي الضخم وسط انتعاش الاقتصاد في منطقة العملة الموحدة واشار رئيس البنك المركزي الالماني يانس وايدمان الى ان التضخم من المرجح ان يظل مرتفعا واوضح وايدمان ان التوقعات الاقتصادية الحالية والتحصن في ميزان المخاطر يشيرا الى ان رجنة تحديد اسعار الفائدة في المركزي الاوروبي يجب ان تبدأ النقاش حول ما اذا كان الوقت قد حان لتعديل التوجيهات المستقبلية بدورها شددت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي سابين لوتشنشلاجر على ضرورة خفض برنامج تيسير الكمي ببطء في ظل الانتعاش الاقتصادي الحالي القوي لدول اليورو يعتزم موظفو بنك انجلترا التصويت اليوم على امكانية الادراب عن العمل بسبب معدلات زيادة الاجور التي تتقل عن التضخم وقال اتحاد الموظفين يونيت ان الموظفين البالغ عددهم 3600 موظف حصلوا على زيادة سنوية للرواتب بنسبة 1% وكانت البيانات الاقتصادية قد اظهرت خلال منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف انحاء العالم وينعقد المنتدى الذي يستمر ثلاثة ايام تحت شعار البحث عن توازن جديد في الاقتصاد العالمي منتدى دافوس الروسي او منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي يأتي هذا العام بمشاركة عدد كبير من رجال الاعمال والاقتصاديين ورجال السياسة على رأسهم الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وعودة المشاركة الامريكية المنتدى تحضره وفود من 130 وتفوقت الصين على الولايات المتحدة من حيث الانفاق على هذه الالعاب وفقا لتقرير لشركة رأس المال المغامر اتوميكو وبلغت مشتريات 600 مليون فرد في الصين ما قدره 24 مليار و600 مليون دولار من اجمالي مبيعات السوق العالمي التي بلغت 100 مليار و100 مليون دولار خلال عام 2016 ارتفاعا من 91 مليار و800 مليون دولار في العام 2015 اما في الولايات المتحدة فبلغ انفاق الافراد على الالعاب الالكترونية وبلغ النمو الاقتصاديها بطا الى ادنى مستوى في اكثر من عامين في الربع الاول من هذا العام لتفقد البلاد مكانتها كاسرع الاقتصادات الكبرى نموا وبلغ النمو الاقتصادي في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 6.1% مقارنة مع 7% في الفترة المقابلة من العام الماضي ولا يزال نمو اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها مليار و250 مليون نسمة تقدموا على منافستها الصين التي لم يتعدم عدد نمو اقتصادها 6.7% في العام 2016 توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان تحقق القارة الاسريقية نموا نسبته 3.5% بنهاية العام الجاري واستندت المنظمة في ذلك الى تحصن متواصل في اسعار المواد الاولية ومنتجات الطاقة في السوق الدولية ترجمة نانسي قنقر